اشتركوا في القناة 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 على الانستغرام وتويتر وسناب شات فيسبوك ويوتيوب دبي حتى على جوجل ممكن بس الواحد يكتب هيئة الصحة وتطلع لك الهسابات ان شاء الله طيب دراستنا اليوم تقول ابتكار نانو جل لعلاج جميع الامراض الفيروسية ابتكر فريق دولي بعلماء الفيروسات هلام النانو او نانو جل رخيص الثمن نسبيا وقادر في الوقت نفسه على منع الاصابات الفيروسية بفعالية ونشر الفريق الدولي نتائج دراسته بان جزيئات النانو جل تحاكي مستقبلات مستقبلات اسطح الخلايا التي تثبت عليه بعض انواع سلالات الفيروسات ما يخفض احتمال اصابة الخلايا السليمة وكما هو معروفة بامكان العلماء ابتكار عقاقير مضادة للفيروسات استنادا الى مسببات امراض معينة لكن ابتكار عقاقير عامة مضادة لجميع انواع الفيروسات كان محل جدل لفترة طويلة الان ابتكر الفريق الدولي نانو جل دو درجات متفاوتة للمرونة يتكيف مع مجموعة بروتينات اتش اس التي يمكنها السيطرة وعزل الفيروسات ومنعها من اصابة الخلايا وبالتالي منع الاصابة بالمرضة علاوة على هذا فان الانو جل يتكيف بسرعة وسهولة مع سطح الفيروس ما يخفض خطر انفصال الفيروسات المسببة للامراض اخترع ثوري صراحة عشان نشرح بالضبط شو القصد من هالجل الجل هذا لما احنا نصاب الفيروسات كيف نصاب فيها الفيروس يرتبط بمستقبل الموجود على الخلايا بعد هذا تتيت عمليات المرض هذا الجل رح يغطي الخلية بحيث هو يستقبل الفيروس والفيروس ما يدخل الخلية بالتالي نقلل خطر اصابة بالامراض وهذا يدخل حيث تنفيذ حتى الزكام الزكام امراض الجلدية امراض العيون يعني بيدخل في كل الامراض لانا مثلا 80% من الامراض النصاب فيها فيروس 20% فقط بكتير واسباب اخرى فتخيل الثورة اللي بيكون احسن من التطعيم حتى والناس اللي دائما تسمع تقنية النانو هي تقنية تعمل على وغيرها فالنانو يشتغل على الذرات مايتوكندريا بيت الطاقة هذه اللي تنزج الطاقة في الخلية الصغيرة كان فيها داخل اشياء معرجة فالنانو يشتغل على الذرات الصغيرة هذه وفيها يعني قفزات هائلة حتى في الطب الذات ترى نانو يدخل في الطب وفي الكهرباء وفي الزراعة وفي الفضاء في كل المجالات الحياة موجودة تقنية منها حتى اعضاء يعني بتكون نانو مع تقنية القلايا الجذعية ماشية جنبا الى جنب عشان زراعة الاعضاء ما فيه متبرعين الناس اللي عندها سكر وغيرها فهي تقنيات ثورية هتطلع ان شاء الله اصلا قعد تطلع الحين محمود يعني تلاقيها الفكرة موجودة دراسة تطلع وبعد سنة تلاقي بيد تدخل حيز التنفيذ فطبعا دفول حزن في شي جميل ان شاء الله يا رب يعني نشوف دكتوران واحدة من المخترعات في النانو لا اخترع شي غير النانو عاد النانو نخترعوه تسوين يعني اضافة ان شاء الله ان شاء الله يا رب عموما ما نطلع فاصل بعد الفاصل دكتوران ما نستضيف معانا ان شاء الله الاخونا العزيز سعيد لشكري رئيس قسم مكتب شؤون وموظفين في هاية الصحة في دبي ما نتكلم عن بعض المواضيع اللي او بعض المبادرات اللي استحدثتها الموارد البشرية لي يعني جعل البيئة في هاية الصحة شوية اكثر سعادة انت اليوم تخبريني بعد سالفة انا ما كنتعرف رحي ما نقولها على هو عشان الناس يستفيدون بعد كذا لك ما دري يستفيدون المدرة المدرة بيزعلون ولكن ما نشوف يمكن المعلومة قلتها صحة غلط لكن سألت عنها قالوا لي والله صح قالوا صح وانا ما عرفها وانت تعرفينها هذا معناته شو معناته اني انا ضليعة في علم موارد البشرية في الهيئة لا لا اخبركم عقب الفاصل وشي السال عموما اطلع فاصل وانرجع ان شاء الله سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة عبد الرحمن الحصا يصبح عليكم وهني ميرا اعتقد ما ادري يمكن المسج بيكون للبث المباشر لانا قبل برنامجنا كان يقول ممكن تتصلون فيني السلام عليكم الحمد لله على سلامة الوصول محمود تمنيا لكم وليطاقنا برنامج والدكتورة ندى بعد كذلك هل هي ابو برعي انا مقدم من فترة خلينا شوف هذا لا ما يخصنا هذا البث المباشر اجماعة الخير نحن بلشنا برنامجنا لانا والله العظيم اللي يصير بعد البث المباشر بس يوقف البرنامج برنامجنا يدخل على طول فنبغي منكم اخواني وخواتي يعني تخصصون هذه الفترة اللي عنده استفسارات صحية والحاب انه يداخل معانا في مواضيع الصحة يتصل في هذه الفترة المسجات هذه اللي تبعثون ممكن ما تتحول على المعنيين فخلوا في وقت البرنامج تنظيميا لهم هم افضل على اساس انه يلحقون على موضوع الرسائل والمواضيع اللي تطرحونها ليش ما تشرحون دراسات عن تعدل الزوجات كيف تكون يجابية على الرجال والنس اكيد ببرعي هذا لا مو ببرعي شخص اخر ليش تظلمت الريال ببرعي مسكين لو بديه بياخذ والله ريال لو بديه بياخذ تبغي مصطدك هيا هو ببرعي مطرش عموما كنا قبل الفاصل نتكلم عن موضوع انا ما كنت أعرف انت تعرفين انا كل يوم برتم بذكر ليه ما ان شاء الله اخر يوم في البرنامج ما كنت تدري وانا خبرتك نزيل لهو لا انا كنت تتكلم على موضوع انه عندنا زاهم الله خير في الموارد البشرية عطوا ثلاث ساعات لأولياء الأمور انهم يعني يكونون فليكسبل في الدوام وايضا على مدى سبوع كامل كذلك ليولياء الأمور اللي عندهم أطفال في الحضانة اللي اقل او اول دخول لهم اول سبوع يكونون فليكسبل معاهم ولكن ما كنت أدري دكتور ان الموظف عند اللي انا يعني معلوماتي البسيطة في القانون ان الموظف له ثلاث ساعات في الشهر انت قلت لي لا له ثلاث مرات ساعات ثلاث مرات في الشهر ثلاث ساعات من زين طالما أنا وانت موجودين هنا انت تعرفين المعلومة يعني انت ما شاء الله ويت استادنين اهه اهه اكد اقول اكيد بتقول شي لا والله بس كمسؤول في الدوام يمكن تحدي موظفين يعني حق موظفين حق الموظفين وحليل الموظفين انا فخير ايو والله احنا عرفهم ايه اه 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 صبحوا مسيح لنا والله والله والجهلوا مياه لان فريق عمل متميز تماما فردا فردا بالضبط من غير السثناء يعني ودي اذكره سامي ولكن الوقت ما يسعفنا وايد واخاف انسى اسمنا لسامي ولكن عشان نتأكد من هذه المعلومة بعد معانا اخونا العزيز عبدالله سعيد لشكري انا عبدالله عاد صاحبي سامحني سعيد سعيد لشكري رئيس مكتب شؤون الموظفين في هيئة الصحة صبح كالله بالخير اصباح النور على اخ محمود على اخ ندا طبعا اول شي اصبح على جميع المستمعين واشكر اذاعة نور دبي على هذه الاستضافة وايضا يعني باسم علي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي وباسم ادارة الموارد البشرية توجه بخالص التهنئة الى اولياء امور الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد والله يوفقه ان شاء الله ان شاء الله هذا الموضوع هذا بس يالية تشرح لنا قبل ان ندخل في تفاصيل اخ محمود يعني في هيئة الصحة بدبي هناك كثير من المبادرات لسعاد الموظفين وخلق بيئة ايجابية هيئة الصحة تولي انتم تعرفون اهتماما كبيرا بهالموضوع وطبع هاي مش اول مبادرة يعني في عدة مبادرات كانت سابقة ومن قريب يعني لولا حط كان فيه يوم المرأة الاماراتي كان فيه قبل يوم التمريض في توزيع كان لبعض الهدايا على الموظفين كان خروج مبكر طبعا فيه اجواء طيبة بعد فيه في العيد كان فيه مناسبات ومبادرات عفوا جميلة جدا كانت فيه الاضفاء الروح الجميلة والساعات ويحس الواحد انه جاي لا عمله جاي الى مكان الى بيئة يرتاح فيها يستمتع فيها اضافة انه يقدم خدمة للمراجعين وطبعا المرضى جميل في بعض الهراء يعني سوري احيانا انه يطلع شخص يقول والله يعني انت تعتقد انه اذا انت عطيت الموظف ساعات يستأدم فيها هذا بتخليه سعيد مثلا لا ليش برد عليه هذا الشخص بقول له الانجاز لا يرتبط بساعات العمل فيه ناس كتيرين ينجزون بشكل اكبر حتى يعني تبغين الصدق حتى الشركات العالمية اللي موجودة في الساحة حاليا حتى ما يعتمدون كذلك على وجود الموظف على مكتبة ولكن على انجازه هذا هذا من جهة من جهة ثانية يعني وصلوا مرحلة ياخذون المبدعين حتى لو ما عنده شهادة واحد عنده تالنت معين ولا عنده موهبة معينة ممكن ياخذونه ويوظفونه ويعطونه راتب بشكل كبير طبعا نحن نتمنى ان نحن نحتضن هؤلاء المبدعين ويسقلون هذا الابداع وهذه المهارات عندهم بالدراسة الاكاديمية لانها تأكيد تساهم بشكل كبير مقصرة والمبادرة ممتازة وساعدة الامهات هذه الموزة البستك تقول هذا الكلام هنا خلنا نتكلم عن مبادرة الدوام المرن واهميتها للموظفين والموظفات اخ محمود كما تعرف انت اول اسبوع في العام الدراسي يشكل قلق عنده ولياء الامور بحيث ان الواحد من قبلها بسبوع بسبوع يجهز عمره انا بترخص فاليوم انا بطلع لا امكن اخلي ابوه الوصل للصبح يعني هالامور خاصة الامهات يعني يحملون قلق هذا الموضوع بشكل كبير يعني فجاءت مبادرة هيئة الصحة بدبي واللي اعتمد معالي حميد القطام المدير العام اللي هو دائما يسعى الى خلق بيئة ايجابية يتعرف على هموم وظروف الموظفين ويتماشى مع وقات العمل وساعات العمل تتماشى مع ظروفهم لكي يخلق بيئة عمل ايجابية صحيح كانت المبادرة ممكن ما متوقع شوي لانه مو اول يوم هي يعني اول يوم او ثلاث ساعات مثل الموظفين كان يتمنون اول يوم وثلاث ساعات يتأخرون لكن جاءت المبادرة اول يوم على مدى الاسبوع كامل وخاصة لعندهم اطفال اللي هم تحت الست سنوات وتحت اللي هم بيكون في الروضة والولة والروضة ثانية وصف الاول ابتدائي اذا امه تكون معاه يومين او ثلاثة ايام طبعا استفاد اتخذ نداء من هذه البادرة جدا جدا دائما في المدرس يعطي يعطي اطمئنان للطفل يعني انت تكون مرتاح يعني كأول الامر كأم ما تمحات لا الدوام وهذا الهيئة لما تعطينا مثلها الرخصة فهاليوم المهم طبعا اول في المنسى دائما مهم لوضع صديقي مهم للأم اكثر من الطفل يعني تحس ان ولدها كبر في المدرسة ويتكون معاه نفس دعاية تنيد وقبض يعني ام تصير دوام تعال ابصم اول النهار واختم خارج النهار واخذ راتب ولكنك جانب انساني ايضا لهذا الدوام حتى يعطي تركيز اكبر للموظف في ذياء يعني دوامه وهو مطمن على عياله يعني يعطي تركيز اكثر ما بيكون مخ مزهور ايضا بيكون انجازة اكثر يعني حاس ان هاي الجهة عمل اللي انا اشتغل فيها هم يشعرون فيني هم حاسين بظروفي فلذلك العطاء بيزيد يمكن الموظف يجي ساعة ساعة زيادة عن شغلة على اساس ان يعني يقول انا برد هذا جميل لهذه الجهة اللي اكرمت طبعا وانتو تعرفون ان هاي الصحة مبهى اول مبادرة مثل ما ذكرت يعني في كل مناسبات في مبادرات ايجابية مع الحميد القطام المدير العام ما يقصر يعني زهر الله خير يعني وكل نحن كم رؤساء مكاتب يعني متواصلين مباشرة مع الموظفين يعني يعني مكاتبنا الحمد لله مكاتب مفتوحة وشذيون ويعني انطباع وايد ممتاز يعني طيب هني ما تأثر سير العمل في الهيئة ما يعني هذي هذي الرخص كذا ما ممكن تأثر على يعني الانتاجية أو سير العمل لا بالعكس أخ محمود انت تعرف ان مدير القسم المباشر هو اللي يقوم بتنظيم هذه العملية في النهاية عند العملية يعرف من الموظفين اللي على المناعوبات ومن الموظفين الصباحي ومنه يقدر يتأخر ومنه فيرتب أموره بحيث ان يكون العمل يمشي وطبعا التقارير الأخيرة أثبتت انه كان محد شعر في نقص خير للمراجعين بالضبط صحيح وبعد موظفين محمود نفسنا في نفس الدوام وفي نفس المكتب يكون بيننا تعاون مثلا اللي تعرف مثلا ان طفلها أول يوم في المدرسة تعطيها مثلا مجال انه أول يوم مثلا قصد هذا ان الحريم كلنا طلعوا رياية تأموا في الدواء لا ترى هما يحنون على أكثر من الرياية رياية ما يحنون أول كلمة شو كانت أول كلمة تقول أسرة هيئة الصحة بدبي الأعزاء لفتت انتباهي هاي الكلمة يعني ما قالوا معالي حمود القضامي ما قال أعزاء الموظفين زملاء الموظفين بالعكس أشعرهم بأن نحن أسرة في هيئة الصحة وانتهت بالأعزاء وليس كالبروتوكول اللي دائما كتف الرسائل المحترمين الموقر كذا بالعكس هاي كلمة وايد يعني تضفي جو من السعادة للموظف يشعر بأن الإدارة معاه بالنبط صحيح يعني هاي مبادرة جميلة وأيضا الكلمات اللي جاءت في التعميم وايد حلوة واتشفتوا يعني طبع كان وايد ممتاز من قبل الموظفين صحيح الأمهات ما شاء الله يعني كان في حساس عام بالراحة أول يومي من المدرسة أنه في ساعات السأدام من الدوام وفي دوام مرن لهم وشي فطبعا هاي واحدة من طرق السعادة التي توفرها الهيئة للموظفات خلال دوامهم هني موزة تقول المبادرة تساعد على التوازن ما بين العمل والحياة الخاصة صحيح هذا كلام سليم أنزين الهيئة كذلك يعني مو بس هذه المبادرات توفر سلة من الحوافز المادية والمعنوية لتحقيق الاستقرار العائلي لموظفين كلمنا عن مثل هذه الحوافز اللي تقدمها الهيئة والله شوف أخ محمود نحن طبعا في دارة مورد بشرية نتبع قانون مورد بشرية لحكومة دبي وقانون طبعا مرن جدا يعني وفي نظام واضح للترقيات في نظام لمنح الحوافز والمكافآت في يعني كل الأمور اللي موجودة في القانون نحن نتبعها بإضافة إلى المبادرات اللي تم بين فترة وفترة لإسعاد الموظفين جميل نعم تنظم أحمد قولي أنت بغن نتكلم عن الجانب المعنوي أكثر يعني كيف الهيئة تسعد الموظفين معنوين غير ساعات السعادة أو ساعات المدوم المرن كفاية أنت أنت يعني مدومة ويقول نحن نبقى نعرف في الناس نحن نبقى نعرف في الناس اللي خارجوا الهيئة مثلا كيف معنوين تدعم الهيئة سعادة الموظفين الهيئة الصحة نتكلم من المثلة في إدارة ونرد بشرية يعني إدارة ونرد بشرية أو شيء جعلت في كل مستشفى وفي كل مكان موجود مكتب لإدارة ونرد بشرية يقوم بعملية تعيين الموظف منذ تعيينه إلى أن تنتهي خدمته كل العملية من جرعات من أمو تكون قريبة منها الموظفين موجودين في داخل المستشفيات متواجدين بالقرب من هذا فما في داعي الواحد ينتقل من مستشفى يروح إلى المبنى الرئيسي طبعا تعرفون المبنى الرئيسي نحن بعيد عن المستشفى وعداد الموظفين ما شاء الله كبير فإذا يروحون كل يوم يجون بسياراتهم وهذا يعرق لسيار العمل يعرق لهم إدارة مباشرة يضيع وقتهم بعد كذلك ارتد أن تكون في مكتب المكتب فيه رئيس مكتب وموظفين في كل التخصصات اللي هو فيه التعينات فيه النهار تلخدمة شهادات الراتب شهادات العمل استفسارات اللي عندهم الموظفين بخصوص رواتبهم متبينز الراتب فكل المستشفى كلها تتواصل معه وأيضا اجتماعات مدرات تنفيذين المستشفى تكون دائما مع رؤساء المكاتب اللي هم بدورهم يقومون بتوصيل هذه المعلومة لهم بالشكل الصحيح وأيضا عنده صراحيات أنه يقوم يعني بكافة إجراءاتهم داخل المستشفى جميل خوي سعيد إذا يعني قبل لأختم معاك هذا اللقاء تبغي توجه كلمة تبغي تقول شيء للموظفين بشكل عام ووظفي هيئة الصحة بشكل عام طبعا أنا هو شيء يعني أشكر معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي على هذه المبادرة الطيبة والمبادرات اللي ثلاثة قبل العيد يعني كان في مبادرة وقبل فترة كان مرأة الإماراتية وأيضا أتقدم جزيرة شكر إدارة مارد البشرية متمثلة سيدة آمنة السويدي اللي يعني دائما تحفزنا ودائما دائما توجيهات هنا ودائما موجودة حتى لإستفسارات الموظفين دائما موجودة وأيضا تطلع في الميديا وفي الإعلام دائما تدوب بشكل مباشر على استفسارات أيضا توجهنا دائما أننا دائما نقوم نكون مع الموظفين ما نزل في مكاتبنا دائما بالعكس ندور نروح لهم مكاتبهم شوف شو عندهم شو أمورهم والأمور إن شاء الله في وين يجد لهم حلول إذا في عندهم أي أرغب نشكر جميع الموظفين هي الصحة نشكر إذا عاد نور دبي على استضافة شكرا 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 لوجودك معنا شكرا أخونا سعيد لشكري رئيس مكتب شون الموظفين شكرا لك وجودك معنا في هذا يعني هذه الدقائق المعدودة كنا بس نستفسر عن هذه الأمور وأيضا هذه رسالة نوجهها لكل موظف شوف دائما بغض النظر عن بيئة العمل إذا كانت بيئة إيجابية ولا سلبية أنت اللي تحدد مسارك أنك أنت تكون إنسان منتج مبدع صحيح يعني قادر على أنك أنت تتجاوز كل العقبات وأنت تغير محمود حتى لو حسنت أنه في شيء سلبي كون شخص إيجابي وبادر بالتغيير ترى التغيير تبدي من شخص واحد وبعده ينتشر أحسنتي حط لك وردة ما كان اللوغو ما للهيئة والله تنشر طاقة إيجابية من الصبح ما تتخيلها مخالفة إدارية شكرا اللوغو تحت الوردة أبو ما أطلع فاصم أرجع أسعد الله وقاتلكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامتكم صحة وسعادة إذن أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو على طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة وأيضا متواصلين معاكم كذلك عبر المواضيع اللي نحن نطرحه ولكن دكتورة ما زلنا ندور في فلك العودة إلى المدارس وأهم الأشياء اللي ممكن العائلة أو أولياء الأمور يحاولون قدر الإمكان أن يغرسون في عيالهم ويحافظون على صحة عيالهم صحيح طبعا هذا الموضوع الساخن الحين وبنتكلم عن الموضوع أكثر وبناخد أسئلتكم يسعدنا يكون معنا في الوسيديو دكتور مازن شراري أخصائي طب الأسرة في مركز البرشة الصحي صواحي كورد دكتور مازن صباح الفل والياسمين لجميع المستمعين وصباح الفل ياسمين ألكم شكرا لك دكتور من زمان ما يشفناك والله يقولنا إجازة كيف الإجازة كانت والله الحمد لله تمام كل شيء تمام طيب مع العودة للمدارس دكتور في مواضع كثيرة تطرح على أو تبرز للسطح مرة ثانية نحب نذكر فيها أولياء الأمور نحب نذكر فيها المستمعين كذلك كيف ممكن أني أرجع إلى المدرسة مع أطفالي بشكل يكون أن أنا قادر على أني أقيهم من الأمراض في البداية وأني كذلك أحافظ على نمط حياة صحي بالنسبة لهم أول شيء كل عام كنتوا بخير والجميع بالفخير بعد العودة بعد إجازة طويلة إجازة صيفية تعودوا فيها الطلاب على الكسل وعلى النوم بالضبط بالضبط هلأ أهم مشكلة بتواجهنا تنظيم وقت النوم يعني الآن لما الأطفال يرجعوا للمدارس في عندهم مشكلة بالنوم يعني كان عندهم صعوبة في عندهم دائما سهر ليلي هلأ شوي في تغيير يكونوا من وقت الصباح أهم شيء أهم نصيحة للأهل هي تنظيم وقت النوم يعني لجميع الأطفال خلاص يرجعوا يناموا بالوقت المحدد اللي هو وقت المدارس هاي قصة مهمة جدا صحيح الثنين مهمة جدا دائما نركز الطفل الأول ما بفيك الصبح بيشكي من شوية لوعة طبعا تكونوا كنتشي انشغال عليه بالليل دائما قبل ما يطلعوا على المدارس لازم نعطيهم سوائل دافئة حليب أي إشي يعني دافئ مع تشجيع على أن يتناولوا فطوع صباحي يعني وجبة خفيفة يأخذوها قبل ما يروحوا على المتاسة طبعا مع السندوشات اللي حيأخذوها في البرك تبعهم هذه نقطة مهمة دكتور لأنه بالفعل نحن مثلا العيال عندنا في البيت تحت المكيف الجو بارد ويطلع طلعة هذه خلاص يتخل في الجو الجميل أكيد خارجي هذا المسألة أنه ممكن أن يكون معرض للأمراض أنه ما بين جو بارد إلى حار وحار إلى بارد طبعا وهم تغيير الجو مهم مسألة مهمة طبعا نحن داخلين على موسم الفيروسات اللي هو شهر تسعة وعشرة بتبلش الفيروسات اللي بتتبق بالتهابات الطرق دادة بسيئة العليا مثل الزكام فمهم جدا دائما أنه نحن نحافظ عليهم لما يطلعوا من جو لجو الثاني هم شيء هم شيء نحافظ على نظافة يعني نشجحهم على أنهم يغسلوا أديهم دائما الثانيين أنهم يخذوا معهم على المدارس منديل بحيث أن الطفل إذا كح أو إذا عطس يكون يعطس في المنديل تبعه بحيث أنه ما ينشر العطس داخل الصف الصف ضيق ومكتض في بعض الأحيان فهذا مهم جدا أنه نشجع أبنائنا الطلبة على أنه يخذوا معهم المنديل بتكون بجابتهم موجودة لما يحس حاله بدأ يكوح أو يعطس حتى يتجنب أنه ما يعدي الزملاءه أنه يعطس أو يكوح في المنديل تبعه الثانيين مهم جدا أنه نعطيهم سوائل يخذوا على المدارسة صباحا اللي بتحوي على الفيتامينات سي مثل العصير بالتقال الفرش الطبيعي لازم يخذوهم لأنه لازم نحن كمان ننشط المناعة عندهم ونعطيهم تغذية سليمة يخذوهم معهم المدارسة سندوشات تعرف هذا سن النمو لازم يكون معهم سندوشات تحوي على الكاليس ومثل الجبن اللبن الألبان هذا مهم جدا لأنهما في سن النمو فلازم تكون سندوشاتهم تحتوي على الألبان والأجبان وطبعا على الفواكه اللي أنا تحدثت عنها بتحوي على الفيتامين سي وهي مهمة جدا ومنشطة للمناعة قضية ثانية مهمة جدا لازم احنا طبعا بالتعاون مع الإدارات المداسية نشجع الطلبة أنه بس يطلعوا من الحمامات بس يدخلوا على الحمام ويطلعوا منه يغسلوا ديهم المحافظة هذا بالتعاون مع الإدارات المداسية على نظافة الحمامات مقابض الأبواب لما يدخل الطفل يمسك الباب طالب يدخل يمكن طالب ما يغسلش بطريقة سليمة فلازم نتعاون مع المدارس على أنه يحافظوا على الحمامات الداخلية ومقابض الأبواب حيث أنه دائما يمسحوها في مواد معاقمة وهذا بتقلل بنسبة عالية جدا من الفيروسات والطفليات والجراثيات دكتور موازن فيه دائما هاجز يكون عند الأمهات مع بداية موسط المدارس لما الطفل اللي مرض تحس الأم فيه عليه علامات مرض دائما الأم تحتار أطرش المدرسة ولا ما أطرش وطبعا تخاف أنه إذا ما بعثته تطوف عليه دروس إذا قاعدتها في البيت يمكن حالته ما تستوجب فشو أنك ممكن ننصح الأمهات؟ شو الأعراض إذا ظهرت على الطفل تقوله لا قاعده في البيت أو يبيه العيادة أو ممكن فيه عراض معاينة تقوله لا أطرش المدرسة وشو فيه وضع إذا فيه شيء مثلا المدرسة بتطرش البيت مرة ثانية بالتأكيد دكتور ندا أهم شيء أنه إحنا الحمى إذا حصينا على الطفل فيه عنده حمى طبعا هاضموهم جدا ما نخليه يروح على المدرسة ليش؟ لأنه هو بيحتاج إلى راحة يعني معظمها بتكون فيروسات وأنت تعرف فيه دكتور ندا أنه الفيروسات بدها راحة ما بدها إشيء يعني ثاني راحة سوائل بالضبط فإحنا من نقول الأمهات دائما نشوفوهم إذا حفتي هو تعبان عنده حمى مش قادر يهايه فأخليه في البيت أحسن لأنه أصلا إحنا إذا ودينا على المدرسة وهو عنده فيروس حينشره لزملاء الثانيين عن طريق العطس أو الملامسة فمهم جدا الأم تلاحظ أما إذا الشغلات بسيطة جدا والله عنده شوية وجع بطن زي ما حكيت لك هاي الشغلة خفيفة كده منوديه طبعا جميع المدارس عندنا الحمد لله في دبي في عندهم أطباء موجودين أو في عندهم جهاز طمعي صحيح بيشوفوا الطفل وبتواصلوا مع الأهل صحيح يكيد نزيل يعني ممكن للأطفال أمهاتهم دكاترا دكتور لا بالتأكيد بالتأكيد بس يعني بتعرف الطفل تعييرت معه ما عنده مشكلة ما شاء الله لا لي وعيالة صدقاتي لا ما شاء الله اليوم الناس كلها مثقفة طبية صحيح يعني الحمد لله الآن بس زي ما مع هذا التدقيف الدكتور ولكن هناك الكثير من يعني الصفة الغالبة أن عدم اتباع نمط الحياة الصحية هناك الكثير من العادات والسلوكيات الخاطئة للأهل للأمانة نقولها الأهل يعني هذا إجرام في حق أبنائهم أنه لما الأولياء الأمور يتركون الطفل بهذا الشكل لا يعلمون لا كيف الغذاء الصحي مثلاً الغذاء الصحي من الصوب الماط الحياة الصحية من الصوب النشاط البدني النشاط البدني ما يتحرك الولد هم عندهم أن يلس على الجهاز اللوحي هذا ويلعب أخيار لهم أنه ممكن يطلع في الفريج يلعب كورة ولا يلعب معها ربعة لا شك أنه هاي مشكلة هل أنت بعد نفس الشيء؟ لا لا دائماً عياني يتحركوا وأنا معهم لا هي هاي طبعاً مشكلة نحن دائماً منشجع الأهل على أنه دائماً شجعوا أطفالهم وأبنهم على الحركة وعلى النمط الصحي السليم والحياة الصحية السليمة يلعبوا ويطلعوا ما يقعدوا فترات طويلة على الأيباد والتليفون والشارتين أهم شيء أهم شيء هي الحركة لأنه حقيقةً نحن عم نشوف كثير سمنة بين الأطفال الآن ناتج عن نمط غذائي سيء وعن الجلوس لفترات طويلة مع أجهزة التواصل الاجتماعي على الأهل على الأهل دائماً أنهم يراقوا أبنائهم وما يسمحوا لهم بفترات طويلة الآن الحمد لله رجعت المدارس ما فيه فيه واجبات فيه دعوز خلص يعني عطل الصيفية منحطها على جنب الآن نحو النشاط العلمي النشاط الثقافي النشاط الرياضي مهم جداً الأهل لازم يركزوا عليه صحيح دكتور مازل شو أكثر الأمراض المنتشر لمعبدات المدارس تقيت أمراض فيروسية بس شو أنواع الأمراض فيروسية طلعت فيه دكتور دائماً بالموسم بشهر تسعة وعشرة بيجي عندنا الرشوحات والزكام اللي هي الفيروسات اللي بتسبب إتهابات الطرق التنفسية العليا هاي أهم إشي بيجي كمان الفيروسات اللي بتعمل لنا التهاب المعدة والأمعاء مثل إسهالات الحادة صحيح اللي هي طبعاً نأتيجي عن سوء نظافة أو عدم التعامل بغسيل الفواكه أو زي ما حكيت أنا وغسيل اليد أيضاً طبعاً مهم جداً مهم جداً خاصةً في المدارس في استخدام الحمامات تعفلت الحمامات مشتركة المقابر طبعاً الأبواب مهمة جداً هاي إنها كل يوم تتعقم فلذاك إحنا لازم نشجع أبنائنا على أن يغسلوا ديهم ولما يطلعوا يكون معاهم هيجين أي إشي يعني معقم معقم صحيح يحطوا يمسعوا ديهم وزي ما حكنا لكم هم إشي النظافة لأنه هي معظمها بايروسات فالبايروسات معالجتها في النظافة بالضبط صحيح دكتور ما شاء الله يعني تعرف ما جونا ما شاء الله معظم السنة يكون حار نعم فالأمهات دائماً يكون على النظافة الشخصية التي تطالب في المدرسة مثلاً بخصوص مثلاً الاستحمام اليومي في أمهات تقول لك والله ما بسبحه كليم عشان ما يمنرض أو ما يصب زكاوه ما يصب أحمى فأهمية النظافة الشخصية لطاهم والله ماتيهم والله ما بسبحه كليم ليش عشان ما يمرض حار الجو حار فشو تعطينا صايح بخصوص النظافة الشخصية للطالب أنا أشيد أن الطفل أصلاً روح يشرد من السبوح كل يوم اليوم يسبحون ثلاثة مرات صغير يشرد ما يتسبح لا شك ما قضية مهمة وتعرف ليش نطول سابح لبقاطك هو البروستس مال السبوح مالا يروا من شعره فرقوا لظهره قطعوا ليلده وهو يعني شتبه والشامبو بفوت على عيونه لا شك مهم جداً لأنه لازم نعتني بالنظافة الشخصية للطفل اليومياً تعرف الصف مكتظ بتعرق الطلاب في الباص نفس الإشي الجو حامي بيكون بالباص بتعرق الطفل في إفرازات على الجسم بيثير لازم يومياً يتحمم نحن منشجع والحمام اليومي مهم جداً مهم جداً على صعيد النظافة الشخصية والحماية من الأمراض أكيد أكيد فالنظافة الشخصية أمهات لا تقولون بيمرض ما بيمرض لازم يستحمك اليوم طبعاً ترى قلة النظافة الشخصية والاستحوم ممكن يتيب لأمراض أخرى طبعاً بالتأكيد التهابات في الجلد ممكن تتيب لأيصاب بالفيروسات المختلفة بالتأكيد أمراض جلدية سبب عدم النظافة معظمها يعني خاصة التهابات الجلدية اللي بتيجي على سطح الجلد هي عدم النظافة والتغسيل والحمام اليومي هي قضايا مهمة تبديل الملابس يومياً عدم مؤاخذة اللباس تبع المدرسة كل ثاتيان بطني تبدل لضافة الشعر القص الشعر يكون نظيف الحلاقة يعني عمشوف حنا الأطفال شعرهم كثير يعني بطريقة هيك مكنفش احنا ما نسميها فلازم حقيقة تاني أنهم يعني الأهل يعتنوا فيهم ويحلقونهم حلاقة يعني بحيث أنه ما ينتقل إلهم بعض الأمراض الطفيلية اللي بتنتقل مثل صمح الله القمل واللي بنتج عن الازدحام في المدارس عبر الحمد لله بشكل عام مدارسنا مش مزدحمة يعني في مسافة بين الطالب والطالب وبشكل عام النظافة موجودة هون والحمد لله وفي وعي صحي وثقافي في دبي وعند كل طبقات المجتمع العامة ذكر في هذه الدول الخليجية بعد كانت انتشر اليرب من في أحد المناطق يبتدي مدارسة من المدرسة وانتشر في المنطقة كلها هذا من جانب جانب الثاني كذلك مثل ما تفضل الدكتور القمل وغيرها من الأمراض المعدية ولكن أنا حتى يعني شو نقول دائما نقول في الدوام ساعات يكون موظف مريض يا أخي خذ إجازتك صح عندك إجازة طبية ممكن تأخذها خذ إجازتك الطبية ليش؟ لأنه عشان ما تعدي بالتأكد 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 طيب دكتور كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم معاك زي ما حكينا لكم هم شيء نحنا نشجع الأمهات دائما على أنه دائما بالنسبة لأطفالهم في المدارس يحافظوا على الفطوش الصباحي مهم جدا ولو شوي أكل يعني أوكي وتعطو السندويشات اللي زي ما حكينا بتحوي على حمية متوازية مع فواكه وعصائر والابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الإصطناعية ثنيا المحافظة على النظافة تزويدهم بالمنديل ويعني أهم شيء كمان زي ما تحدثنا تنظيم وقت النوم قضية مهمة جدا لأنه الطفل إذا راح على المدسل تعبان لا يمكن يستوعب لا يمكن يستوعب أي شيء تنظيم النوم الطفل أقل إشي أقل إشي 7-8 ساعات لازم ينام يوميا هاي قضية مهمة 7-8 ساعات مم ساعة 12 لا طبعا والله بالصيف كان يناموا ساعة 3 الصبح فيناق الفير يأذن فير ينامون وهذا غلط بعد دكتور حتى المفروض أن السيستم ما يتغير في الصيف لا صيف ولا شتاع بالتأكيد بالتأكيد فعلى الأهل المحافظة على هذه القضايا المهمة جدا حتى يكون الطفل الذاهب إلى المدسة سليم مستوعب للعلم صحته جيدة يعني فعال بكل شيء جميل شكرا لك دكتور مازن شراري أخ الصائي طب الأسرة في مركز البرش في هيئة الصحة في دبي شكرا لكم ونتمناكم التوفيق شكرا جزيلا الله يعطيكم ألف عافية شكرا يعني أبو برعي بس قبل أن نختم يقول بخصوص عودة أبنان وبناتنا إلى المدارس نقول لهم أهلا وسهلا بكم وتحية لطاقم التدريس ولمعالي وزير التربية والتعليم يزاها الله خير خير الجزاء شكرا لك أبو برعي شكرا لك يا ناصر السليمي كان معنا في الإخراج شكرا لك يا ميرا لغفلي كانت معنا في التنسيق وشكرا للزمير يوسف سعد كان معنا في الإعداد شكرا لك دكتورة شكرا 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 إن شاء الله يعني استانستي في تقديم الحلقة هيئة أكيد يعني أنا أتولى على جوه للستوديوتي وتسوالف والضيوف والله أعتقد مستمعين بعد كلهم يعني كانوا يستلون عنك صد؟ لا لا أكيد يستلون عنك شكرا والله يعني تضفين الكثير دكتورة من المعلومات الإيجابية من المعلومات الجيدة والطاقة الإيجابية كذلك هم شيء طاقة الإيجابية شكرا لك شكرا لكم ما نقضيها شكرا عفوا يا الله عموما مستمعين أن نراكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الطبية وما نطلع شوي خارج إطار العودة للمدرس خلاص أعتقد أعطينا الموضوع حقه الضفت زين وما نعطيكم واضيع أخرى إن شاء الله مع القادم من الأيام إن شاء الله حتى ذلك الوقت قبلوا تحيياتي محدثكم حمود يوسف العريو حتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي